لما سئل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه يا سيدي بتصوم أغلب شهر شعبان فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أن شهر شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان تعرض فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والحديث ده حديث في غاية الأهمية يا أحباب يا مغي أن ننتبه له جيدا صلي عليه سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بتصوم كتير قوي كده ليه يا سيدي في شهر شعبان فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن شهر شعبان ده بين شهر رجب وشهر رمضان شهر متوسط بين شهر رجب وشهر رمضان شهر رجب الناس بتهتم به لأنه من الأشهر الحرم ومن المستحب أنك تتقرب إلى الله فيه بالطاعات وتزود فيه طاعات على قد ما تقدر وشهر رمضان كل الناس عارفة فضل شهر رمضان وخيرات شهر رمضان والحسنة في شهر رمضان الحسنة بعشرة لأ ده بسبعين والله تعالى يضاعفه لمن يشاء وفضائل شهر رمضان كثيرة جدا 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 قول بقى زي ما أنت عايز تقول بين رجب ورمضان شهر شعبان فقال أغلب الناس بيهتموا بشهر رجب ويهتموا بشهر رمضان ويتغفلوا عن شهر شعبان نبدأ نكسل بقى بشهر شعبان مش واخدين بالنا من قيمة شهر شعبان وفضائل شهر شعبان وأهمية شهر شعبان فكأن شهر شعبان ده شهر المتوسط بين رجب ورمضان مهم جدا كحال من زرع وينتظروا الحصاد بعد قليل ينفع يزرع ويسيب الزرع يهملها وبعد كده يجي بعد مدة يقول أنا عايز أحصب بقى بركة هذا الزرع اللي أنا زرعته في شهر رجب ولا المفترض لو أنه زارع زكي وعاقل وعارف بيعمل إيه يبقى مركز جدا وعينه على هذه الزرع اللي هو زرعها حتى تثمر وتؤتي أكلها بإذن ربها لا ياخد باله جدا هو ده اللي احنا المفروض نعمله ناخد بالنا جدا من قلوبنا ومن حيائنا ومن عبادتنا ومن علاقتنا ومن معاملاتنا في شهر شعبان ناخد بالنا جدا من الفرائض والنوافل في شهر شعبان وده اللي حنوصي حضراتكم ووصي نفسي به إن شاء الله يبقى شهر شعبان شهر بن رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله شهر العرض عرض الأعمال سيدنا نبي يقول وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم والحديث ده يا أحباب في دلالة على أهمية عبودية الصيام عن غيرها من العبادات يبقى لو إحنا بنقول يا جماعة نقف على أبواب طاعات ونهتم وننشغل بالصالحات من أهم وأولى وأعنى الأعمال الطيبة الصالحة اللي لازم ناخد بالنا منها ونحرص عليها في شهر شعبان الصيام ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله وقال لنا كده الشهر ده بيغفل عنه كثير من الناس تعرض فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم اللهم أعنى على الصيام يا رب اللهم أعنى على الصيام يا رب اللهم تقبل منا الصيام يا كريم اللهم تقبل منا الصيام يا كريم اللهم أعنى على الحياء منك يا رب اللهم أصلح ما بيننا وبينك يا كريم اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعلنا في قلوب الصالحين ودى اللهم إنك طيبت الطيبين فطيبنا بما طيبت به عبادك الطيبين واجعلنا في قلوب الطيبين ودى اللهم إننا نسألك حياة الصالحين وممات الصالحين وثبات الصالحين وأحوال الصالحين وفتح الصالحين وصحبة الصالحين وخاتمة الصالحين برحمتك يا أرحمة الرحمن